موسيقى نتيجة التحرق الاحتجاجي هذا هو المساس وضرب صورة الأستاذ والمربي ونقابته أمام الرأي العام التونسي وبطبيعة النتيجة الأخرى هي بعض الدنانير الإضافية في جيوب الأساذة وبعض الالتزامات فيما يخص معذرة الأساذة النواب من ناحية أخرى خرج جزير التربية محمد علي البغديري في ثورب البطل اللي حل الأزمة هذه وهذا في الحقيقة جاء مواتي مع العلم اللي يسير البغديري كان نقابي معارض للمكتب التنفيذي الحالي اللي تحاشى بكل عناية الدخول في سجيل مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي ولسعد العقوبي طيب ما زال المشكل مع التعليم الأساسي اللي ما نتصورش بشي شده صحيح أمام التطورات هذه الحاصل يبدو أنه المشكل مع الثانوي تحل على الأقل بصفة ظرفية لأنه المشكل يقعد كامل كما فما حتى شيء يمنع أنه العام جاي نعاود ونطيحه في نفس المطب هذا الكل صار على حساب التلميذ وعلى حساب الولي وصلوا حتى قدموا شكاية بالنقابة طلعت الحكاية الكل شادة في 300 دينار بروت أنا الحقيقة متضامن مع الأولياء اللي تعذبوا على طوال السنة الدراسية ومتضامن أيضا مع أستيث التعليم الثانوي اللي خاضوا هالاحتجاج هذا دفاعا على حقوقهم المشروعة ومبعض لقوا نظالاتهم تباعت بأرخص الأسوام في إطار لعبة تفوتهم في آخر الأمر واجهوا غضب الأولياء وقسوة الرأي العام من غير ما يحصلوا حتى شيء أو الشيء القليل من التحرك الاحتجاجي هذا هذا ما صار في السنة الدراسية الحالية وملتقانة ابتداء من 15 سبتمبر 2023 باش نشوفوا السنة الدراسية الجاية شنو باش جيب لنا كاتو حركات جديدة المهم السنوات الدراسية الكل ناجحة